يستمر عدد الحجاج الذين يصلون على الأرض المقدسة في الازدياد وصلت هذا الأسبوع مجموعة إيطالية بقيادة المونسونيور بيرو ماريني الرئيس الفخر للجنة البابوية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية وقامت بزيارة الأماكن المقدسة للتعرف على الأرض الإنجيل الخامس وللصلاة من أجل السلام بدأت الزيارة يوم السبت الثاني عشر من أذار من الجليل بمسيرة الشموع التقليدية في بازيليك البشارة أمسي مخصصة بشكل خاص للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا ولجميع الذين يعانون من الحروب في نهاية الاحتفال أشعل المونسونيور ماريني شعلة السلام في مغارة البشارة يتم ود الحج في وقت صعب لقد جئنا من أوروبا ومزالت أجواء الحرب مشتعلة فيها إن هويتنا كمسيحينا يعني أن نكون من أجل السلام احتفلت المجموعة يوم الأربعاء السادس عشر من أذار بالقدس في مزار الجلد في القدس ثم صارت في شوارع البلد القديمة متأملة بسر آلام الرب بالنسبة لراهبات القلب المقدس كانت هذه هي تجربة الأولى كحاجات في الأرض المقدسة هذه المرة الأولى التي أحج فيها إلى الأرض المقدسة نعيش في هذه الأيام الزمن الأربعين ضمن أوضاع نشهدها من حرب ووباء سأقدم الحج من أجل نهاية هذه الأوضاع الصعبة لكل المتألمين والمحتاجين ومن أجل السلام في العالم أعيش في روما وهذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذه الأرض المباركة بالنسبة لي أشعر بفرع عظيم لكون أسير على نفس الأرض التي عاش فيها يسوع وأمه والرسل اسمحوا لي أن أترك لكم هذه الرسالة في هذا العالم الذي ما زال يعاني من الحرب والوباء يمكننا أن نكون شهودا للأمل يمكننا أن نكون فرح قلب يسوع والسيد العذراء لكل من يحتاج ويبحث عن هذا الفرح والأمل لقد أتيت بكل سرور إلى الأرض المقدسة ليعطاء دليل للآخرين بأن الحياة الطبيعية قد عادت قليلا بالإضافة لذلك من وجهة النظر الروحية يجب أن نعود إلى المصدر يجب أن نعود إلى الإنجيل عمل المنسونيور بيرو ماريني في هيئات مختلفة للكرسي الرسولي مرتبط ارتباطا مباشرا بالإصلاح الليتورجي الذي اقترحه المجمع الفاتيكاني الثاني فقد تم تعيينه رئيسا للاحتفالات الليتورجية من قبل القديس البابا يحن بولوس الثاني في عام 1987 وقد شارك في العديد من الأحداث الآمة في التاريخ الحديث للكنيسة الكاثوليكية وقام بالعديد من الرحلات الرسولية مع القديس البابا يحن بولوس الثاني والبابا بنيديكتوس السادس عشر يجب على كل واحد أسناء حجه أن تشبث بالإنجيل والإيمان كانت حياة يسوع رحلة وكثيرا ما يقول الإنجيليون إن يسوع كان في طريقه إلى أرشليم وهذا أكثر من كونه مؤشرا جغرافيا فهو مؤشر لهوتي بمعنى أن حياة الرب كله كان التوتر انتجاه عيد الفصح وموته وقيامتي هكذا أيضا يجب أن نسير في حياتنا يوما بعد يوم على خطى الرب متقبلين الصعوبات مؤمنين أنه في يوم من الأيام سنكون معه ومع إخوتنا في الإيمان هيا يا أيد أنا أحادي هيا يا أعني أحادي موسيقى اشتركوا في القناة